اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجد بيئة حامية اخرى فقرر ان يذهب الى الطائف قرر ان يذهب الى الطائف الطائف هي ثاني كبرى مدن جزيرة العرب بعد مكة المكرمة مكة هي ام القرى وهي سيدة البقاع في جزيرة العرب الثانية من حيث المكانة هي الطائف مكانة الجاه مكانة السادة مكانة الاقتصادية المكانة السياسية الكثافة كانت عند الطائف في بني ثقيف لذلك ذهب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن في تلك الرحلة الطائف لم تكن بيئة مناسبة لذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان لم يستقبلوا اهلها وكان لهم موقف يعني كان موقفهم سيئا في ذلك الوقت عندما طردوا النبي صلى الله عليه وسلم بل ولم يكتفوا بذلك إنما ضربوه وأدموه يعني صلوات ربي وسلامه عليه والقصة معروفة عندما قال اللهم أن يشكوا إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يارحم الراحمين القصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحلته إلى الطائف لم تتوفر في الطائف بيئة حاضنة طيب لماذا هذا الحدث من التاريخ من تاريخ السيرة طبعاً نحن لا يحق لنا أن نقول بأن تلك محاولة فاشلة استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو النجاح وسيد النجاح لا يحق يعني بعض المتكلمين وصف قال كانت رحلة فاشلة لا يجوز ذلك لا يمكن أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأي صفة إلا بصفات الكمال لكن لماذا حدث هذا الأمر؟ لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تلك الرحلة يعني قد حققت هدفها وأدت مبتغاها السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم ومربي وموجه لاحظوا أحياناً يأتي معلم ليعلم الطلاب ليبين لهم الصح من الخطأ فيأتي بكيس مثلاً من قماش وكيس من بلاستيك فيضع الماء في كيس القماش ويضع الماء في كيس البلاستيك يقول انظروا البلاستيك حفظ الماء الكيس سقط منه الماء هل نقول فشل الأستاذ بحفظ الماء في كيس القماش؟ لا الأستاذ هو يعلم بين الكيس لن يحتفظ بالماء لكن يريد أن يعلم الطلاب بأن هذا النوع من الأكياس ليست مناسبة لحفظ الماء فهو لأنه مدرس لا بد أن يعرفهم الصح من الخطأ ويبدي لهم البدائل من أمور الخطأ فهكذا تربية الله تعالى لخلقه قدر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الأمر ليقول لعباده أنه إذا حاولتم محاولة لنصرة دعوتكم ولنصرة دينكم ولنصرة مشاريعكم إذا قمتم بمحاولة وهذه المحاولة لم تحقق مبتغاكم فلا تيأسوا إنما يجب أن يكون لكم بديل لأن اليأس يعني الفشل طيب هنا متى يمكن أن يقال بأن رحلة الطائف فاشلة؟ فيما لو يأس النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وبقي في مكة إلى أن ماتت الدعوة عندئذ كنا سنقول بأن محاولة الطائف فاشلة لكنها لم تكن فاشلة إنما كانت خطوة نحو النجاح الإنسان الذي يعثر ويسقط ثم يبقى ساقطا نقول هذا فشل لكن إذا عثر وقام بحيث جاءته عثرة أخرى تجاوزها قلنا كانت العثرة الأولى طريقا إلى النجاح لأنها علمته أن يتجاوز الثانية فأحيانا السقوط يعني بداية النجاح ولا يعني الهزيمة ولا الفشل فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل له ما حصل في الطائف مباشرة بحث عن البديل مباشرة بحث عن البديل إذن هي ليست فشلا إنما هو درس نحو النجاح درس وخطوة نحو النجاح رجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه والذي كان رفيقه في رحلة الطائف رجع إلى مكة المكرمة لماذا؟ بعد أن تبين له بأن الطائف لا تصلح أن تكون قاعدة جماهيرية ولا حاضنة حامية للدعوة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت له درس كانت هذه الرحلة له درسا على أن لا يذهب بنفسه إلى المدان الأخرى ليرى هذه المرة نجا من الموت إذن لا يذهب مرة أخرى لاحظوا هذا درس آخر كانت الخطة البديلة أن يلتقي بأصحاب الحواضن أن يلتقي بأصحاب المدن خارج مدنهم حتى لا يتعرض للأذى كما تعرض في رحلة الطائف الموسم الأنسب للقاء بجميع أبناء المدائن الأخرى هو موسم الحج لأن مكة تحج إليها القوافل فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بكوكبة مباركة وثلة نورانية من أهل يثرب ممن قدموا إلى الحج فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وكانوا نفرا قلة بضعة عشر يعني أسيد بن حضير ومن معه رضي الله تعالى عنهم من السابقين الأولين من الأنصار فأسلموا ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيدعون قومهم بعد مدة أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يعني موثل عنهم أرسلوا موثلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا من يعلمنا ديننا فأرسل لهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لكن قبل ذلك يعني في العام القادم في العام القادم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نصل للنقطة الخامسة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني سألتقيكم في العام القادم وهذا درس آخر في ماذا؟ في الصبر في الصبر درس آخر وقد صبر سنة كاملة صبر سنة كاملة عليه الصلاة والسلام لكي يأتوا مرة أخرى عليه وفعلا عادوا في العام القادم وقد تضاعفت أعدادهم قد تضاعفت أعدادهم وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ أن يرسل معهم موفدا يعلمهم دينهم فأرسل رجلا شابا مثقفا ثقة أمينة كان أول سفير للإسلام وكان مهندس الهجرة ومهندس تحقيق دولة الإسلام إذن هذه النقطة هو توفير البيئة الحاضنة من أسباب الهجرة توفير البيئة الحاضنة وقد تحقق هذا الهدف بأن كانت يثرب بيئة حاضنة للدعوة